تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثاء عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى أكيد جمهور برشلونة ما زال حزين على طريقة رحيل ليونال ميسي اللي المؤتمر الصحفي تكلمه صراح أنا وافقت أنا الزرات بـ 50% لكن بعد ذلك قالوا لي للأسف لازم يتغادر ما منقدر ينسجنك ميسي أجبر على الرحيل من برشلونة هذا هو المختصر بس في تاريخ كورت القدم ميسي مش أول نجم يتم إجباره على الرحيل في العصر الحديث فيه نجوم كثار وفي الماضي للعلم فيه نجوم أكثر لأنه العقود ما كانت تحمي اللاعبين في حلقة اليوم هل يحكي عن توب 5 نجوم أجبره على الرحيل بس مش أجبره على الرحيل لأنه نزل مستوى أو طلب الفلوس الزيادة زي ما صار مع ديمارية على سبيل المثال لما طلع بعقد إضافي من ريال مدريد منحكيهك فجأة تكون أمورك تمام يقول لك يعطيك العافية ما بدنا إياك نبدأ بأريون روبين اللاعب الهولندي الجناح الطائر كان في ريال مدريد عم بيرعب بشكل كويس كان واضح مستوى أحسن من مستوى كل لاعبين ريال مدريد الآخرين لكن رأيجا في أورنتينو باريس في 2009 مفاجئة جدا بنتيجة فوز برشلونة بالسوداسية باريس خرر يعمل ثورة جالاكتكوز جديدة رونالدو كاكا تشابي ألونزو اتفرج البنوك في ضياد صار لازم يبيع شوية لعيبة يلا يا شنايدر انت روح على الانتر يا بيلي جريني شددنا حيلك خلقنا فريق قوي بيلي جريني قالهم أنا عجبني هذا أريون روبين هذا قاله فالدانو لا مش عجبنا إحنا لازم يطلع فلورنتينو باريس كان عنده مخطط واضح بده فلوس تيجي عشان بيكمل شراء كان لسه في كريم بنزي مع الطريق أيضا كان بده يضمن انه الجالاكتكوز تعونه هو اللي صراحهم هو اللي خلاهم لمستوى صارت الصحب الإسباني تتكلم باريس ناوي بيع كل اللعيبة اللي هو ما يشتراهم أريل روبين ظل مصرع موقفه أنا ما بدي أطلع إجت عروض من إنجلترا ما بدي أرجع على البرمير ليج أنا بدي أضل في الريال مدريد فجاءوا تحذير صريح واضح من الريال مدريد خليك حنرميك دكة وما حتلعب ولا مباراة هذا الموسم ما عنا أي مشكلة روبين كان في مأزق كبير روبين عم بيتهدد لمستوى صحيفة الڭارديون نشرت خبر عن تهديده بذلك الشيء روبين وجد إنه عنده كأس عالم بعدها بسنة طلع وأخسره ريال مدريد طبعا لأنه روبين عاش سنوات رهيبة ذهبية تخيلوا لو كان روبين على اليمين ورونالدو على اليسار شو كان وضع ريال مدريد لسنوات روبين مباشرة رد قوي أخذ باير مينيك لنهائي دور الأبطال وأيضا راح ولعب نهائي كأس العالم مع هولندا طبعا بالأخير يبقى روبين تم إجباره على الرحيل والروح على لجب تاني تتوقع أنه صعب يندفع أو صعب ينجبر على شيء إزلتان إبراهيم فتش بعد نهاية أمم أوروبا 2012 بلش هتطلع كثير إشاعات إنه نادي ميلان بعيش أزم مالية كبيرة أبرلسكوني وقال ياني مش عارفين يديروا النادي ونويين يبيعوا رفعت تلفون إزلتان عليهم وقال لهم شو الوضع قالوا لا 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 هاي كلها إشاعات وضعنا تمام وأنت مستمر معنا الموسم الجاي يا إزلتان لكن أسبوع بس بعد هذا التلفون بيجي تلفون تاني هالمرة باتجاه عكسي قال ياني بتصل بإزلتان مرحبا كيفك للأسف إجانا عارض من باريس سان جيرمن ووافقنا عليه بخصوصك إزلتان بقول هون أنا ما بدي أطلع أنا بدي أضلب ميلان أنا بحب ميلان ما بدي أروع باريس سان جيرمن فقال بالغت بمطالب المالية كلها وشروطي وتفاصيل عقدي بالغت جدا على أمل يجوا يقولوا لي لا عشان أقولهم لا خلص أنا ما بدي وأنهي الموضوع وأخربه قالت فاجأت إنه بريس سان جيرمن بقولنا موافقين على كل شيء بدك يا بس تعال وبحكي زلتان هون أنا انحرجت أعطيت مطالبي ثم قالوا لي أوكي وأنا من الناس اللي ما بحب أرجع بك فانتقلت ورحت على سان جيرمن مع إني ما كان أبدا بدي أترك ميلان لكن وافقوا على العرض وأجبروني على الرحيل لمستوى أنه يقال تصريح زلتان اللي كثير ناس تخوتت عليه وعملت عليه نكت لما انتقل لسان جيرمن لما قال هذا حلم تحقق بالنسبة لي هذه خطوة إلى الأمام في مستقبلي كان تصريح يسخر فيه من إدارة ميلان السابقة أنه بيعتبر نادي لسه عمبين من جديد نادي أكيد ما كان حلم لحدا وقتها له بريس سان جيرمن بيعتبره أحسن من تجربته مع ميلان لكن كثير ناس بتعتقد أنه ذلك التصريح كان غاضب وليس تصريح حقيقي رغم أنه أدين فيه لسنوات طويلة وروا على رقم ثلاثة وتقريبا هو أكثر لاعب جرح من طريقة إجباره على الرحيل لمستوى أنه لليوم بيظل يصرح عنها أكيد عرفته ابنتكلم عن يا ياتوري ياتوري جاء لعب موسم 2007-2008 ثم جاء جوارديولا قدم معه موسم رائع في 2008-2009 وكان من عناصر السداسية التاريخية الأساسية لعبه وسط جوارديولا يمشي لعبه دفاع يمشي لعبه نهائي دوري أبطال أوروبا في خط الدفاع في مركز قلب الدفاع يا ياتوري كان شو ما يطلب منه جوارديولا يعمل وتفاجأ شوي شوي عم تخسر أهميته وعم يتقدم شاب صغير اسمه سيرجيو بوسكتش عم يوخذ مكانه وبدأت الأمور تتوتر وبقول يا ياتوري على الموضوع السنة الثانية تماما معي جوارديولا ما حكى معي ولا كلمة أسأله أسئلي جاوبني إجابات غريبة أسأله أسئلي كأنك بتحكي معه بعلم الفلك إجاباته مش مفهومة المدرب مش هاضي عني بس أنا مش عارف ليش قال ما كلمني بشكل واضح وصريح إلا لما وافقوا على عرض مانشيسر سيتي يجي قال لي الله معك نتمنى لك تجربة موفقة يا ياتوري بقول إجوارديولا لم يؤمن بي أبدا كنت أريد الاعتزال في برشلولا لكنه أجبرني على الرحيل وننتقل لرقم اثنين ووحدة من أغرب القصص اللي أنا مش قادر أفهمها لليوم بعد موسم 2016-2017 الجميع بيحلف بيروح كونتي في الدوريات من كونتي اللي يجعل برمير ليجو سيطر كونتي عم بينتصروا مع دياغو كوستا الهدف الحاسم مسجل 20 هدف بالبريمير لي في الصيف توصل مسج من أنطونيو كونتي لدياغو كوستا كوستا متفائل أكيد هذا مدربي بيقول لي أخي أنا مشتاق لك يا بطل يا أسطورتنا يلي جبت لنا الدوري فيشوف الرسالة اسمع ما بدي إياك دور لك على فريق ثاني مسج صدمته لدياغو كوستا بشخصية كوستا أخذ ردد فعل قاسية قال لهم أنا ما بدي ألعب مع تشيلسي مع أنه يقال أنه دارة تشيلسي حاول تتصلح الوضع ولكن كمان بديش أروع على أي نادي بدي أروع على نادي واحد بس أثلاث كومدريت صارت تيجي عروض من أندي أخرى ما بدي بدي نادي واحد أنا واضح بدي أثلاث كومدريت وهون أثلاث كومدريت يجي بدي يستغل الموقف قال لك ما معي فلوس أدفع بدي إيا إعارة تشيلسي رفض اتوترت الأجواء حرم دياغو كوستا من التدريبات إنشال اسم كوستا من القائمة الأوروبية وحطوا اسمه بالقائمة الإنجليزية لقوانين معينة حتى ما يضطروا يخسروا مجانا بنهاية الموسم لأنه بصير مخول يفسخ عقده لاحقا ويتنصره محكمة التحكيم الرياضي قضية حتى الآن الناس ما بتعرف شو اللي صار البعض بيقول كونتي رأى بسلوك كوستا خطير جدا وسلبي على الفريق البعض بيقول إنه إدارة تشيلسي أصلا أقالت كونتي في نهاية الموسم الثاني عشان هذه الحركة لأنهم اعتبروها مجنونة أنت مش مدير رياضي أنت مدرب التزم بدورك واحد من الأشياء اللي ما بتنفهم واحد جاب لك الدوري كان هداف تروح تقول له الله معك وبالليل وبمسج وما تستنى حتى يجي للتدريبات الصيفية وتبلش تناقشه ليش كان شيء مش مفهوم من كونتي حتى الآن ونروح لرقم واحد الأكيد المتأكدين منه إنهم أجبروا ويرحل اللي مشش يادر حدا يعرفه لليوم ليش بعد عشرين سنة منتكلم عن الوحش المدافع يا بستام الهولندي القاسي القوي هذا اللاعد نشر سيرة ذاتية خلال موسم 2001 فيها جاءت معلومات صادمة اللاعب اللي بلعب بماليوناتد بيقول فيريكسون طلب مننا إنه ندعي السقوط في منطقة الجزاء في المباريات الأوروبية وكملوا قال لأنه فيريكسون بيعتقد إنه الإصبان والطليان والألوان بيبالغوا بشان ياخدوا ركلات جزاء لكن الإعلام الإنجليزي ما شاف الشرح تبع استام ما حسك العنوان وكانت كل الصحف والمواقع الإنجليزية ثانية استام بيحكي فيريكسون طلب مننا المثل فيريكسون طلب مننا نحصل على ركلات جزاء وكان فريق فيريكسون دائما يتهم بإنه بياخد ركلات جزاء كثير حتى بالدور الإنجليزي استخدمتني الإعلام كدليل على اللي بيشوفوه بأرض الواقع إنه تكتيك مش صدفة هذا الشيء الأول الشيء الثاني استام قال إنه فيريكسون فاوضني عشان ياخذني من أيندهوفن بطريقة غير قانونية والأمور ما انكشفت وكأنه بيقول عقبوه اشتراني بطريقة غير قانونية اتوترت الأمور والأجواء وفي النهاية تم بيع استام إلى لاتسيو رغما عنه كان بده يضل وكان بده يكمل بتصريحاته العديدة ما بعد ذلك طبعا هون فيه أكثر من رواية فيه الرواية الأولى إنه فيريكسون غضب فقرر يقول له الله معك الآن بدأ السبب ضل بدك السبب استام بيقول صعب فيجي تبيع مدافع من أحسن المدافعين بالعالم بدون سبب لازم يكون عندك سبب أمام الجمهور قال استخدمت إدارة من يونايتد قصة الكتاب كغطاء لكن الحقيقة مش الكتاب الحقيقة شيء ثاني هم راحوا اشتروا نيسترلوي وفيرون وما ضل محهم فلوس عندهم مشاكل مالية فاضطروا يبيعوني عشان يضبطوا إحساباتهم المالية هذه وجهة نظر استام فيريكسون حابوا يبرر ذلك بشكل مختلف وقال لا الموضوع أنا ما زعلت منه أبدا أنا شفت إحصائياته وحسيته أنه يعني عدد تدخلاته لإفتكاك الكرة قل سرعته قلت فنزل مستوى فأنا بعته لليوم هذه القصة بنحك فيها بالإعلام الإنجليزي وأيام اللوكداون أيام كورونا والعالم كله مغلق استضفوه أربع خمسة على زومز وأكثر من المرة دائما يسألون نفس السؤال ليش باعك فريكسون ودائما جواب استام باعني فريكسون عشان الفلوس واستخدم قصة الكتاب كغطاء إعلامي في حين الأطراف المناصرة لفريكسون بيقولوا لا استام نزل مستوى بس الأكيد المتفقين عليه إنه أجبر على الرحيل إلى لاتسيو نصل هون لنهاية حلقة توك فايف عن لعبين كان بدهم يضلوا كانوا يقدروا يعطوا وكانوا حابين يعطوا لكن قالوا لهم شكرا فيه هناك سياسات التداخل كما قال أريو روبين عن رحيله من ريال مدريد هناك سياسات تدخل في الملعب مهما عمل ما هيشوفوك ما كان عندي أي فرصة عشان أنجح في ريال مدريد تحت قيادة فرونتينو بيريز هذا كلام روبين اللي رحل أو أثبت نفسك الجناح بعض الأحيان تنجبر تطلع من مكان أنت بتحبه حاب تضل فيه بتجبروك مدرب مش مقدرين مش فاهمين قيمتك بس بالأكيد الدنيا دواره هيعرفوا قيمتك وحضرت قيمتك زي ما عملوا كل الأسماء اللي ذكرناها بشكل أو بآخر نصل هون لنهاية حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة